اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بينما تنتهي قدم الحصان بايه طبعا بحافر قوي حافر قوي العدد الكتلي للعنصر هو مجموعة كل من عدد ايه وعدد ايه احنا عارفين طبعا اللي هو العدد الكتلي مجموعة عدد اللي هي البروتونات المجابة والنيترونات المتعدلة يبقى عدد البروتونات البروتونات وعدد مين كمان النيترونات تزداد طاقة الحركة بزيادة كل منه هي طاقة الحركة بتسوي ايه؟ بتسوي نص القتلة في مربع السرعة صح ولا لا؟ طيب هنجيب الكلام دا منين؟ هنجيبهم القانون يبقى عدد هنا تزداد طاقة الحركة بزيادة كل من اللي هي الكتلة واللي هي السرعة كتلة الجسم والسرعة وسرعة مين؟ وسرعة الجسم من النباتات التي تتقاصر بالجراصيم عندنا طبعا زي قصبارة البئر ونبات الفيوجير ومن النباتات التي تنتج بزورا داخل مخاريط طبعا خدنا مثال زي مين؟ زي نباتة صنوبر السنوبر اكتبوا المصطلح العلمي يأدى لها على كل من العبارات الآتية رقم واحد درجة الحرارة التي عندها تبدأ المادة فيها التحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة وهنا بقول لدرجة الحرارة منساش يبقى هنا رقم واحد عندنا الإجابة قولوا درجة الانصهار درجة الانصهار رقم اتنين القدرة على بازل شغلة وحدها استغيير طبعا ده تعرف مين؟ تعريف اللي هو الطاقة الطاقة رقم ثلاثة مجدار الطاقة التي يكتسبها أو يفقدها الإلكترون عندما ينتقل من مستوى الطاقة إلى مستوى طاقة آخر طبعا ده مسميه الكم أو الكوانطم الكم أو الكوانطم رقم اربعة قدرة بعض الكائنات الحية على محاكاة الظروف البيئية السائدة طبعا ده بسميه ايه؟ المماتنة اربعة المماتنة قارن بين كل من رقم واحد عندنا العنصر والمركب يبقى اول حاجة عندنا اللي هو العنصر نعرف يعني ايه العنصر العنصر اللي ما ديني نعرفه العنصر بقول عبارة عن أبسط صورة نقية للمادة لا يمكن تحليله إلى ما هو أبسط منها أو منهم ده تعرف مين العنصر ناخد أمثلة كده عليه أمثلة والله العنصر زي اللي هي جزاية اللي هي الهيدروجين والإكسوجين ناخد الحاجة التانية اللي هو مين؟ المركب المركب لما أدع عرف المركب بقول هو ناتج اتحاد زرطين أو أقصر العنصر مختلفة بنسب وزنية سابتة أمثلة على اللي هي المركبات أمثلة زي المية زي اللواء كولوريد السوديوم كل دي أمثل عليه على المركبات على اللي ما يأتي رقم واحد عندنا تلجأ بعض النباتات إلى افتراس الحشرات أقول له الحصول على المواد النتروجينية على مواد النتروجينية التي يحتاجها النبات في صمع المواد البروتينية الزرة متعدلة كهربيا برقم اتنين الزرة متعدلة كهربيا أقول له لأن عدد البروتونات الموجبة داخل نواة الزرة بيساوي عدد الالكترونات السالبة التي تدور حول النواة رقم ثلاثة وجود أسنان أمامية ممتدة للخارج في القنفز طبعا حتى يصل عليه التقاط من اللي هي الحشرات برقم ثلاثة حتى يتمكن من التقاط الحشرات اختلاف جزئيات المواد عن بعضها في الخواص يطرى مختلفين عن بعض اللي جاء بقول له برقم أربعة عندنا رقم أربعة اقول له نتيجة اختلاف التركيب ونوع الزرات الداخلة في التركيب وكذلك طريقة ارتباط الزرات مع بعضها احنا عارفين طبعا الرابط في كذا نأخذنا رابط آيونية ورابط تساومية فنتيجة اختلاف اللي هي الرابط دي هتقدم مين لاختلاف ايه اللي هو المركب نفسه وكمان اللي هي اختلاف مين اللي هي نوع الزرات اللي هي دخلة في في التركيب عنصر عدد الزر احداشر وعدد الكتل كام تلاتة وعشرين ووضح توزيع الالكترونات في مستويات الطاقة لهذا العنصر يبقى هنا هنرسم بمنطقة البساطة هنعمل نواة النواة دي هتحط فيها اللي هو العدد الزر اللي هو كام احداشر وحط جنبها موجب معناها البروتونات هطرح لتندر من بعض هيطلع الاتنشر اللي اتنشر كاما احداشر اول مستوى اتنين تمانية واحد ده اسمه التوزيع ايه الالكتروني يبقى هنا اوضح توزيع الالكترونات في مستوى الطاقة لهذا العنصر هو ده اللي قدامي اول مستوى كي فيه اتنين اللي فيه تمانية ام فيه كام فيه واحد وطبع العنصر ده اسمه اي عنصر مين اللي هو اي صوديو اعد كتابة الجمل الاتية بعد تصحيح ما تحتو خط رقم واحد تظل المادة الغازية محتفظة بشكلها وحجمها مهما تغير شكل الاناء الموضوع به هنشيل طبعا اللي هي الغازية ديت ونكتب مكانها ايه اللي هي الصلبة الصلبة يعتبر نبات الفول من امثلة النباتات ذات الفلقة الوحدة طبعا ده ذات الفلقتين هنشيله ونكتب اي حاجة ذات الفلقة وحدة زي اللي هو القمح القمح الرمز الكيميائي اللي هنصر الكابريت هو طبعا سي ده اللي هو رمز مين اللي هو كربون احنا عاوزين الكابريت هنشيل ده ونكتب مكانه ايه اللي هو الاس احسب طاقة الوضع لجسم كتلته خمسة كيلو جرام على ارتفاع عشرة متر من سطح الارض اذا علمت ان عجلة الجاذبية الارضية عشرة متر كل سنية تربية احنا عارفين نطاقة الوضع بتساوي الوزن فين في الارتفاع فلازم اول حاجة نحسب من الاول نحسب الوزن الاول فهنا نقول اول حاجة عندنا كده اللي هو الوزن بيساوي اللي هو الكتلة في عجلة الجاذبية الارضية مديني الكتلة بكام الكتلة كتلة الجسم بكام بخمسة والعجلة بكام بعشرة يعني خمسة في عشرة يبقى عندي خمسة في عشرة هيطلع لكام خمسين خمسين ايه خمسين نيوزن بعد كده هنجيب مين طاقة مين طاقة اللي هو الوضع اللي هو عاوزها طاقة الوضع بيساوي الوزن في الارتفاع الوزن اللي لسا جايبينه بخمسين طب الارتفاع الارتفاع عندي كام عشرة متر يبقى خمسين في كام خمسين هي عشرة هيطلع لكام خمسة ايه انا بجيب طاقة وضع الوحدة بتاعتها ايه اللي هي الجول يبقى عندي الناتج عندي كام خمسة ايه خمسة جول هنحل مع بعض اللي هو الاختبار رقم اتنين اول سؤال اكمل العبارات التي هي بما يناسبها رقم واحد تتركب المادة من وحدات صغيرة تسمى طبعا ما سميها ايه الجزيئات بينما تتركب هذه الوحدات بيكلمنا على الجزيئات من وحدات اصغر تسمى بسمها ايه اللي هي الزرات الزرات الالكترونات جزيمات لها شحنة شحنة هي الالكترونات طبعا ايه سالبة بينما البروتونات جزيمات لها شحنة ايه موجبة طبعا دي موجودة داخل النواة الصقور لها منقير طبعا بيكون حدة قوية معكوفة بينما منقر البط بيكون عريض مسنن من الاجناب تستهدم سبيكة نقط في صناعة الحلية طبعا ما سميها الزهب والنحاس الزهب والنحاس في حين تستهدم سبيكة مين في صناعة ملافات التسخين طبعا ما سميها النيكل ايه كروم النيكل كروم اذا كانت طاقة وضع جسم ميت جول الطاقة كم بميت جول وطاقة الحركة بخمسين فان الطاقة الميكانيكية تساوي كم جول ما احنا عارفين الطاقة الميكانيكية بتساوي طاقة الوضع زي الطاقة الحركة يعني مية زي كم خمسين يطلع لكم مية وخمسين جول اعل اللي ما ياتي رقم واحد عندنا زرات بعض العناصر مثل الغازات الخاملة لا تدخل فيه التفاعل الكيميائي اقول له اللي جابة لان المستوى الاخير مكتمل بالالكترونات فعلشان كده ولا تفقد ولا تكتسب ولا تشترك فيه في التفاعلات الكيميائية رقم اتنين تنتهي قدم الجمل بخف مفلطح ساميك رقم اتنين اقول هنا خف مفلطح ساميك اقول حتى لا يغوص في الرمال الرمال ويتحمل حرارة الصحراء حرارة الراملة طبعا رقم ثلاثة تلجأ بعض الحيوانات للخمول الصيفي في الصيف رقم ثلاثة عندنا اقول هنا حتى تتفاد ارتفاع درجات الحرارة ونقص الماء والغذاء في تجربة لتعيين كسافة الماء سجلت النتاج الاتية كتلة الكأس فارغة 56 جرام كتلة الكأس وبها مية 156 جرام دلوقتي عندنا في كم كتلة عند في اتنين فلازم الاول اخليهم كتلة واحدة اخليهم كتلة واحدة ازاي يبقى عندنا كده هنقول القتلة اللي هي كاف بتساوي كاف اتنين ماقص كاف واحد دايما كاف اتنين دي اللي هي كبير الرقم الكبير اللي هو كم عند هنا اللي هو 156 مية ستة وخمسين ماقص كاف اللي هي واحد اللي هي عبارة عن كتلة الكأس الفارغة اللي هي كام ستة وخمسين لما نطرحه من بعض كده هيطلع لي كم؟ هيطلع مية طبعا بجيب ايه القتلة وحدتها ايه الجرام طيب بعد كده نبدأ بمين هو عاوز طبعا الكسافة المثلث الكسافة اللي احنا عارفينه ده مثلث الكسافة عند هنا سي وعند هنا كاف وعند هنا حا وعاوز الكسافة القتلة على ايه الحجم بقول له بما ان سي بتساوي كاف على حا كاف احنا لسه جمينا بكام بمية طب الحجم هو بدوني بكم؟ حجم الماء كام مية يبقى مية على مية هيطلع لكام؟ هيطلع لواحد انا بجيب ايه؟ كسافة وحدتها ايه جرام لكل سنتيمتر ايه مكعب اكتبوا المصطلح العلمي لكل من لكل من ما يأتي رقم واحد عدد الالكترونات السالبة التي تدور حول نواة الزر في مستوية الطاقة عدد الالكترونات ده تعرف مين؟ اللي هو العدد مين؟ اللي هو الزري العدد الزري رقم اتنين تحور في سلوك الكائن الحي او تركيب جسمه او الوظائف الحيوية لعضاء لعضاءه كي يصبح اقصر ملاءمة مع ظروف البيئة التي يعيش فيها طبعا ده تعرف مين؟ اللي هو بسميه التكيف التكيف مناطق واهمية تتحرك خلالها الالكترونات حول النواح حسب طاقتها طبعا ده ما سمها مستوية ايه؟ مستويات الطاقة ناتج اتحاد زرتين او اقصر لعناصر مختلفة بنسب وزنية سابتة طبعا ده تعرف مين؟ المركب ده علامة صحة امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة الخطأ مع التصويب خلي بالي المسافات البينية بين جزئات للمادة في الحالة الصلبة تكون صغيرة جدا صح ولا غلط طبعا صح وزن الفل يقول لي صغيرة جدا او يقول لي معدومة الاتنين صح لا تستطيع النباتات اكلة الحشرات امتصاص المواد النيتروجينية اللازمة لصنع الدهون كلام ده صح طبعا الكلام ده غلط هنشيل اللي هي الدهون دي ونكت ما كانها ايه اللي هي البروتينات لصنع البروتينات كل الساديات تسير على اربعة اطراف هل الكلام ده صح طبعا الكلام ده غلط هي مش كل طبعا هنشيل كلمة كل دي نخليها ايه بعض طبعا فيه زي الحوت بيعونف الميت تماما بمشيش على اربعة فيه الخفاش بيطير وبالتالي هنا ما ينفعش اقول ليه كله اقول ليه بعض الساديات اه توجد النيترونات في النواة وتحمل شحنة مجابة هل ايه كلام ده صح طبعا الكلام ده غلط هنشيل النيترونات دي اتناها هي موجودة جوه النواة هنخليها اللي هي ايه البروتونات البروتونات طبعا البروتونات بتحمل شحنة ايه مجابة ممكن نسيب النيترونات زي ما هي توجد النيترونات في النواة وتحمل شوحنات ايه خليها متعادلة اشي الموجابة خليها ايه متعادلة اللي اعجب كل اتنين صح تمام? يا رب كنفهمنا نتنسناش من صالح دعوكم كان معكم السرطرة وصلاة الله عليكم ورحمة الله وبركاته